تواصل الجمعية السعودية الخيرية لمرضاء الكبد كبدك تقديم مبادراتها للإسهام في تخفيف أثار جائحة كورونا في ضد الإجراءات الاحترازية والوقائية وما تقدمه لمرضاء الكبد والحديث أكثر عن هذه الجمعية ينضم إلينا القصيمة مراسل الإخبارية سعيد الحمد أهلا بك معنا زميلي سعيد في النشرة سعيد حدثنا عن مبادرات هذه الجمعية مساء الخير جلنار تحية طيبة لك وليأسادة المشاهدين بالفعل أتحدث إليك من منطقة القصيم وتحديدا في جمعية كبدك وهي الجمعية السعودية الخيرية لمرضاء الكبد منذ بداية أزمة كوفيد 19 وهذه الجمعية تقدم نفسها مساندة لمنظومة القطاع الصحي بعدد من المبادرات المميزة المجتمعية الصحية الحديث في هذه التفاصيل ينضم إلينا الآن ضيفي الأستاذ عبدالعزيز الحميد وهو المدير العام لجمعية كبدك حياك الله أستاذ عبدالعزيز ماذا تقدم جمعية كبدك في ظل جائحة كورونا حياكم الله وأهلا وسهلا وسهلا فيكم في جمعية السعودية الخيرية لمرضاء الكبد طبعا الجمعية كما تعلمون من بداية أزمة كورونا الجائحة هذه يوجه سمو الأمير رئيس مجلس الإدارة الأمير الدكتور فيصل مشعل مسعود بن عبدالعزيز من منطقة القصيم بأن تقوم هذه الجمعية بدورها المعهود في مساندة القطاع الحكومي في التخفيف من هذه الجائحة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل بزوالها ولهذا أطلقت الجمعية ثلاث مبادرات رئيسية المبادرة الأولى طبعا هي مبادرة توعوية عن طريق البث المباشر واستضافة عدد من الاستشاريين المتخصصين في مجال التوعية حول أسباب انتقال الأمراض هذه والوقاية منها وطرق التعامل مع الإصابات فيما لا قدر الله حصلت إصابة المبادرة الأخرى وهي وعينا مسؤوليتنا وهذه تساهم أيضا في دعم الأسر والمجتمع بعامة في إيصال بعض المنشورات وسائل الوقاية من الأمراض أيضا أطلقنا مبادرة خاصة في مرضى الكبد وهي تعنا في إيصال الدواء لكافة مناطق المملكة واستهدفنا 1300 مريض في هذه المبادرة لإيصال الدواء إليهم طيب دعني أسألك سيد عبد العزيز من ناحية المرضى التابعين للجمعية من فئة مرضى الكبد كيف تتعاملون معهم في ظل هذه الظروف من جميع النواحي طبعا الجمعية تسير وفق خطط وبرامج وزارة الصحة والجهة الرسمية في التوصية بعدم التواصل المباشر مع المرضى وخصوصا أن مريض الكبد يحتاج إلى عناية خاصة فأطلق مبادرة عن بعد نستقبل الطلبات نتعامل معها وأيضا نقدم الخدمات الضرورية لهم عن طريق التواصل المجتمعي ولدينا فريق تطوعي في كافة مناطق المملكة تم توزيعهم على مناطق المملكة لإيصال الخدمات أيضا تم الدعم المالي للمرضى المستفيدين من خدمات الجمعية بمضاعفة الحصة التي كان يحصلون عليها في الأشهر السابقة للتخفيف من أثار هذه الجائحة شكرا جزيلا نشكر لكم هذه المبادرة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا أمننا وإيماننا وأن يبارك في حكومتنا الرشيدة ودعمها المستمر لهذه القطاعات الهامة والقطاعات الصحية إذن جنار كما شاهدنا المبادرة الصحية والمساهمة المجتمعية هي العنوان الأبرز بالنسبة لجمعية كابدك التي جعلت من اسمها أيضا نموذجا يحتذا به بالنسبة لجمعيات الخيرية على مستوى المملكة وإذن كلام عالم القصيمة مراسل الإخبارية سعيد الرحام شكرا لك زميلي سعيد ولضيفك الكريم